هنا بقى نروح لجمهير النادي الاهلي نفسها جمهير النادي الاهلي نفسها وزي ما قلنا انت من حقك انك تزعل لكن انا برضو عايز اوريك حاجة تانية برضو من جمهير النادي الاهلي كان فيديو مهم جدا ساعات بنتجاهله وساعات الغضب بياخدنا وجلد الزاد بيزيد فتعالوا نفكركم فيديو 2008 نشوف الفيديو عشان عندي تعقب عليه مهم جدا نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب مهم جدا ساعات الغضب بياخدنا انسان بيك رسول الفيديو غسر سعافظ انسان 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 اشتركوا في القناة 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 انت وضعيتك دلوقتي ايا كانت النتيجة تلت ورابع افضل بكتير من العودة في 2008 بالشكل ده انت محاق برونتزية البطولة الماضية انت دلوقتي بتلعب على تلت ورابع في الظروف انتوا عارفين كويس قوي انها صعبة جدا كلنا عارفين ان الظروف صعبة جدا ايا كان مني السبب في الظروف دي في النهاية احنا بنلعب في الظروف صعبة انا بقول انا من الناس دول هكون مع الفريق وخلف الفريق وهكون مع المدير الفني اللي هو بيتسو موسيماني اللي هو بيتعرض لانتقادات وشديدة انا مش مع الانتقادات دي انا ممكن انا اتعرض لانتقادات دي لاني بدعم هذا الرجل لكن ده عقلي وده المنطق بتاعي الراجل ده احد اسباب ان انت تكون ايضا بتحلم انك تتواجد في النهائي الراجل ده جاب في الظروف صعبة جدا وقاسية جدا وقدر يحقى لك اتنين دوري ابطال واثنين سوبر افريقيا وبرونزية عالم واصبح الان في المربع الزهبي للعام التاني على التوالي وارقامه مقارنطا باي مدير فني حتى السحر مانو الجزيه هي الافضل حاليا في اول سنتين ليه لو قارننا السنتين اللي خاد فيهم مستر مانو الجزيه دوري ابطال افريقيا ولاعب بطلتين كأس العالم الاندية حقق مرة مركز سادس ومرة مركز تالت خلونا ورا الفريق خلونا ورا استقرار النادي الاهلي دي وجهة نظري وجهة نظر الجماهير اشتركوا في القناة